لطالما تخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التشاورة والتحاورة نهجاً أساسياً في التعامل مع مختلف الملفات والقضايا مع سما في دوره الفاعل على المستوى الدولي نعم هذا النهج القويم أساس لمكانة دولية مرموقة تميز بها قادة دول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير خطابات السياسة الخارجية لجميع دول المجلس مرتكزة على موضعه المؤسسون الأوائل من مبادئ ومرتكزات نبيلة ومتينة استمرار نجاح مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان متجانس ومترابط على مدى عقود طويلة ارتكز على جملة من المقومات الأساسية كان من أبرزها انفتاحه على مختلف الثقافات والآراء والتوجهات حيث مد جسور التشاور والتحاور المتينة مع مختلف الدول والمنظمات والمجتمعات واتخذ من ذلك سمة أساسية في بناء العلاقات الخليجية الدولية بشكل عام هذا النهج الفريد جاء تجزيدا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين ترجموا تاريخا عريقا من الاتزان في الانفتاح على العالم والعلاقات الدولية الوطيدة حيث بدأ تطبيق هذا النهج على مستوى المنطقة العربية ودول الجوار من خلال حلحلة العديد من القضايا الشائكة والعالقة وإيجاد الحلول الاستراتيجية لمختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ثم انتقل إلى التحاور والتشاور والمشاركة مع مختلف أقطاب العالم السياسية والاقتصادية والفكرية حتى بات العالم من شرقه إلى غربه ينظر إلى كل ما يصدر عن دول مجلس التعاون من أفكار وآراء وتوجهات على أنها نهج جد يحمل الخير في كل اتجاهاته مكانة رفيعة تبوأها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما حاز عليه من ثقة إقليمية ودولية كبيرة في التشاور والتحاور البناء من خلال التعامل مع التوازنات السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى العالم فبات التعامل مع كل ما يمر به العالم بحكمة واتزان أمر تتقنه قيادات دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم والذين ذهبوا بتحمل مسؤولياتهم إلى أبعد من ذلك حيث بات نهج التشاور والتحاور مقوما أساسيا في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية وبناء وتعزيز مجالات التنمية والتطوير في مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر